سنين كتيرا قدرت فيهم مصر توصل لمعادلة قوية جداً واستثنائية في دعم مظلة الحماية الاجتماعية وضعنا أسس متكاملة لهذه المظلة قدمت فيها الدولة وقيادتها السياسية العديد من أشكال الدعم والتمكين للفئات الأكثر احتياجاً وده من أجل التخفيف، تخفيف الأعباء عن كاهل المواطن المصري وتوفير شبكة أمان اجتماعي خصوصاً طبعاً في ظل التحديات والأزمات العالمية اللي جات وراء بعضها ده اللي خلت دولة المصرية تفكر وتشتغل على حلول سريعة وفعالة ليه؟ من أجل المواطن طبعاً أو من أجل الأسر الأكثر احتياجاً حتى لا تتأثر بهذه التدعيات وهذه الإشكالية تجري صحيح يا شازي لكن دايماً يعني إحنا بنحب إحنا نشير للأرقام لأنه زي ما دايماً بنقول لغة الأرقام لا تجذب وبتوضح لنا كده الصورة بشكل دقيق لو هنتكلم عن ملف مضالة الحماية الاجتماعية مليان أرقام كبيرة جداً وإحسائيات أكبر أرقام لو فصصناها كده بع بعض وحللناها لحضراتكم هنكتشف أننا قدام أكبر مضالة حماية اجتماعية عملت في تاريخ مصر ومعتقدش أن هذه المضالة حصلت قبل كده نهائياً يعني على سبيل المثال مثلاً برنامج تكافل وكرامة المشروع اللي أطلقته الدولة المصرية عشان تعزز به شبكة الأمان الاجتماعي في كل المحافظات وتم توجيه مخصصاته النقدية للمناطق الأكثر احتياجاً للتنمية وزي ما احنا دايماً من كرب الشازلي فيه الحقيقة يمكن بكل تأكيد كان فيه دعم وكان فيه مشروعات بتحصل فيه قرى لكن ما كانتش بتوصل لكل القرى ولو وصلت لمحافظات وقرى بعناها بتوصلش للنجوعة يعني مش بتتمدد وحتى ما أعتقد ما بتبقاش كمان بدراسة دقيقة حسب كل مكان حسب موارده وحسب احتاجاته صحيح وكان بيبقى فيه بعض الأوقات فيه دواجية يعني بيلاقي أسر بتحصل على دعمه مرة واثنين وثلاثة طويلة تانية مش قادرة توصل لهذا البرنامج لكن زي ما كانت جمالة بتتكلم عن تكافل وكرامة البرنامج ده في 8 سنوات فقط يعني البرنامج ده انطلق في 2015 وكان عدد الأسر المستفيدة من وقتها اتنين ونص مليون أسرة دلوقتي وصلنا كام؟ وصل أعداد المستفيدين من هذا البرنامج أو المشروع لحوالي 5 مليون أسرة ده غير طبعاً فئات المالية الممنوحة للمستفيدين من البرنامج بنسبة وصلت 25% تكليفتها السنوية قد إيه؟ وصلت لي 6 مليار وربعمية مليون جنيه صحيح لو كمان بقى هنشير وحبين كده كمان نحط خط أحمر على القرارات الأخيرة اللي سبق وأصدرها سيادة الرئيس برفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية من 358 مليار وربعمية مليون جنيه لـ 529 مليار وسبعمية مليون جنيه دي بنسبة تقدر بـ 48.8% يعني بنتكلم في حوالي 50% الزيادة دي جات لي؟ الزيادة دي جات عشان تساعد المواطن المصري في ظل موجة التضخم العالمية اللي ممكن بقالنا فترة كبيرة جداً بنقول إن هي مستوردة بالطبع إحنا عندنا بعض المشاكل داخلية لكن المعظم أو أكثرها هي أزمة مستوردة صحيح خلينا برضو نكمل عن الموازنة وانت بتكلمي بلغة الأرقام تم تخصيص 127 مليار وسبعمية مليون جنيه بالموازنة الجديدة ده لدعم السلع التنمونية بمعدل سنوي وصل لـ 42% مقارنة بكام؟ مقارنة بتسعين مليار للسلع التنمونية خلال العام المالي الحالي وكمان 119 مليار و 400 مليون جنيه لدعم المواد البترولية و 6 مليار جنيه للتأمين الصحي والأدوية بزيادة تخطط 58% ده طبعاً عن العام المالي الحالي و 10 مليار و 200 مليون جنيه ده لدعم الإسكان الاجتماعي بمعدل سنوي أو معدل نمو سنوي 31.5% مقارنة بكام؟ مقارنة بـ 7 مليار و 800 مليون جنيه نكمل بقى في الأرقام اللي أنت ذكرتها يا شازلي ده بجانب تخصيص 31 مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعي ومعدل نمو سنوي 25% 222 مليار جنيه مساهمات سناديق المعاشات بمعدل نمو سنوي 6% مقارنة بـ 191 مليار خلال العام المالي الحالي ده بجانب تحمل خزانة العامة للدولة حوالي 8 مليار جنيه لعلاج المواطنين على نفأة الدولة بمعدل نمو سنوي 14.3% وأرقام تانية كتير بقى شازلي بكل تأهيد كل هذه الأرقام والإحصائيات هتكون معنا النهاردة في فقرة مخصصة لملف الحماية الاجتماعية بالإضافة إلى فقرات أخرى بنصبح لعادراتكم مرة تانية أهلا بيكم وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر ترجمة نانسي قنقر